السلام خير حبايبي كيفكم شو اخباركم ان شاء الله الحبايبي بكل ام صبحة وم مسيح على خير احييكم من قناتي قناة مملكة الفنون والتجميل واليوم رح نعمل فيديو رائع جدا جدا للخوات اللي يبحثون عن وصفة بتزيل حبايبي التجاعيد اللي حول العين وبنفس الوقت حبايبي يتقلل الهالات السوداء والاكياس تحت العين وحبايبي الخطوط اللي التجاعيد اللي بالوجه هاي الوصفة انا جربتها بنفسي ومعطتني حبايبي نتائج كتير حلوة كلمة ما بديتي بيها بدري كلمة ما تعطيكي نتائج كتير حلوة وانا سبقه سويت بكم اياها زين بس قاعدة ارجع سوي لكم اكل وصفات وازيد شوية شغلات زيادة عشان ما تكون الوصفة مكررة الطريقة رائعة جدا جدا وسهلة وبسيطة وان شاء الله حبايبي بتكون تحت ايد جميع الخوات طيب شو هي الوصفة حبايبي طريقة كالاتي رح تاخذين حبيبتي ملعقة صغيرة من البزالين البزالين حبايبي رائع جدا جدا من البشرة رح تاخذين ملعقة صغيرة من البزالين ممكن انتي زيدين كمية بس انا عشان هحط نوع الثانية فمضروري اخذي ملعقة وسط اذا حبيتي ملعقة صغيرة من البزالين شو رح نضيف مع البزالين حبايبي رح هنضيف مع البزرين ممكن حبايبي زيت حبة السودة سويت لكم من عدة وصفة كتير حلوة ممكن نضيفين حبيبتي كمان زيت اللوز الحلو اول مرحسب انتي نوع تحت العين طبعتك بشو ما تتحسس طيب بس انا دعطيك زيتر كويس او ممكن فيتامين اي ممكن زيت الارغان زيت الكركم صحيح سويت لكم زيت الكركم رائع جدا جدا سويناه على مبلكة الفنون اليدوية عملتها من الكركم الاخضر بس اتو ممكن تعملوه كمان حتى ما عندك الاخضر تعمليه بالبودرة اعطيت مننا وصفات للصلاة اعطيت وصفات للندوب لحب الشباب للبشرة الدونية طرق كتير حلوة رح ترقون الرابط تبعتها ان شاء الله في صندوق الوصف طيب ممكن تضيفين زيت الكركم اذا كان عندك كتير حلو زيت الورد كمان كتير حلو يعني الزيت اللي موجود عندك انا بالنسبة الي رح اضيف الزيت اللي افوقات افوا زيت حبايبي الكيوي سويتها معاكم هذا هو زيت الكيوي تطلعوا سويناه مع بعض زيت رهيب جدا جدا رح اضيف ملاقة وساط من زيت الكيوي و ممكن استبدل زيت الكيوي جناب زيوت حب السودة كتير كويس زيت الفيتامين اي كتير كويس مع اني انا رح اضيف كمان فيتامين اي معا عشان اقوي شو رح اضيف هسا حبايبي انا ضفت هون زيت الكيوي ممكن انتي تضيفين زيت الارغان كمان كتير كويس بتضيفي كمان حبيبتي فيتامين اي فيتامين اي كبسولة وحدة ممكن اضيفين من فيتامين اي و رح نخلط كتير كويس ممكن نضيف زيت الورد زيت ورق الغار كتير زيوت احنا سويناها زين للبشرة كتير حلوة للعين طيب اهو هيك رح نخرط زي ما انتوا شايفين رح نضيف حبايبي معا هون حبايبي انا رح استعمل الصفار مع البياض الصفار مع البياض الاثنين مع بعض لا وحدة تقولي انا ما احبه لا لازم تحبي عشان انك تدورين على وصفات طبيعية ملعقة وصفات مو اكثر عشان انك تدورين شو نقول وصفات طبيعية هاي الوصفات الطبيعية تريدين شغل مضمون استعملي اللي انا بحكي لك عنه هذا هو الشغل المضمون اللي رح يعطيكي نتائج مضمونة يعطيكي نتائج حلوة طبعا البياض البيض وصفار البيض الهن مفعول كلش قوي على كل تجاعيد البشرة يعني صراحة انا كمان اضوج منه الصراحة تدورون من شو اضوج منه من اجغس الوجه مثلا بالماء الدافي ما رح اقدر لان البيض مني نحط عليه مي دافي بيصير زناخة فبطر رخص الماء بارد بارد عشان ما يصير زناخة او بالمرة الماء البارد كتير حلو للبشرة يعني شو نقول بكل الاحوال انا قاعدة احافظ على بشرتين طلعوا حبايبي هيك حاولي ممكن تضيفين ملعقة وسط من الفازالين ملعقة كبيرة من البيض بياض البيض او صفار البيض ممكن وممكن تخلطين زي ممكن تضيفين ملعقة كبيرة من الزيت اي زيت اللي رح تستعمله كبس والتين فيتانين اي كمان ممكن انا بقلل كمية لانا عدي كثير زيوت رح احاول هيك هس رح اضيف لها كمان حبايبي طلعوا حبايبي اضطرف الملعقة الصغيرة اضطرف الملعقة الصغيرة نشا اضطرف الملعقة الصغيرة نشا مو اكثر اضطرف الملعقة الصغيرة نشا طيب ما بتحبين النشا وما بدك النشا ممكن تضيفين القهوة حبايبي بس القهوة فقط الماء هيك قليل ملعقة صغيرة من الماء القهوة كمان كثير كويس هيك يوخر الكولاجير ويوخر الهالات السوداء بس انا حبيتها هيك كاملة طلعوا هاي شو راح تسوون حبايبي طريقتها كلش سهلة واستعمالها كلش بسيط وسهل وما في اي تعقيدات طبعا هذي الطريقة حبايبي كل الخوات اللي عندهو بهالات سوداء تجاعيد عندك بقع شون يقول داكنة كمان كتير كويس بيخفف بس مع البقع شو بتحطين يا ريت بعد ما يصير عندك او اذا كان عندك زيت الكركم تحطين معا ملعقة صغيرة من زيت الكركم زيت الكركم الصراحة انا سويتها لاني كتير احبة شو بيسوي كمان حبايبي يخفي التجاعيد بالنسبة للشعر رائع جدا جدا للخوات اللي عندهم فطريات بالشعر عندهم حكة بالشعر كثير حلو ياريت تزوروها القناتي وتشوفوه وتسوي مو الا تسوي كميات كبيرة شوفوه انا سوي كميات كلش قليلة وهيك براس اصابعي كويك وتقدرين تحت العين كمان كثير حلو ممكن نسوي قنع من البودرة طيب هذا حبايبي بعديها تحطي الشور راح تستعمليه طريقة استعماله كلش سهلة راح اول شي احطها بعلبة واقولكم كيف استعماله قبل ما تنامين طيب شوفو الكمية هاي الكمية اللي انا سويتك كفيكي مدة اسبوعين طيب هو مو بالكثرة ارجع وقول مو بالكثرة حبايبي طلعو اذا حابة انك ممكن مرة تسوي هيك مرة تاخدين ملعقة صغيرة من حبايبي البيض ضروري لازم يكون موجود ملعقة صغيرة من الماء اللي هو تبعت شنو الكفي القهوة زي وتخلطيها ويا كمان كتير كويسة كيف راح تستعمليه هذا حبايبي قبل ما تنامين تاخذي تقول لي لي ريحة البيض ما راح تكون تبقى ريحة البيض تاخذي وهيك تحت العين وفوق العين طلعي تحت العين وفوق العين وممكن تحطيه على شوفوا هاي الكمية الموجودة هاي ممكن تحطيها على الوجه بالكامل حتى على الرقبة حتى على الرقبة بيصفي البشرة بشكل رهيب جدا جدا بشكل فضيع بالتصفية للبشرة يبقى من الليل للصبح والصوحة الغسلية طريقة سهلة وبسيطة وموجودة بكل بيت اتمنى حبايبي انكم تعبلوني لايك وشير واشتراك ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ومع السلام